اشتركوا في القناة في طالق خصمه بارتزان بايغراف بايغراف عفوا اصر بيز ضمن اخر لقاعات التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد لقاء عارف مشاركة جديدة للاعب الخضر حسام عوار كاساسي لكن الاهم ليس هنا بل طريقة خروج حسام فقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق قام مورينيو بالمنادات عليه ليطلب منه بعد وصوله الخروج والجلس على الدكا التصرف كان غريب وغير مفهوم ما جعل الكثير من الانصار يتكلمون عن سبب فني وهناك من وصل به الامر لغاية الحديث عن شجار بين الرجلين لا اعلم من اين اتوا بذلك لكن هناك من قال هذا حقا لكن الصحافة الايطالية الصادرة اليوم نفت الامر وكشفت كل التفاصيل الكورييري دولو سبور قالت في عددها لنهار اليوم الاحد ان تغيير عوار كان فني وفقط مورينيو ورغم انه استنفذ تغييراته الا انه اخرج عوار بسبب سلسلة التدخلات الخاشنة التي كانت قد تعرض لها مدرب روما تحدث مع مدرب بارتزان بايغراد وطالبه بوبف لاعبه لكن يبدو ان مدرب الفريق السربي لم يسمع له ولذلك قام بسحب عوار خوفا عليه من الاصابة موقع غول العالمي هذه المرة قال ان مورينيو كان غاضب جدا من الحكم الرابع وقال له اين دورك في حماية اللاعب الجزائري مورينيو وبحسب غول دائما قال انه يفضل اتمام اللقاء الودي بعشرة لاعبين احسن من ان يخسر عوار قبل بداية الدور الايطالي الاسبوع المقبل باول لقاء ضد النادي سالرنيتانا مرت اليوم الاحد تسعة ايام منذ وصول لاعب الخضرة او المنتخب الوطني الاماليسين تتروي الى العاصمة الكرواتية زاجراب للانذيمام لفريقها الدينامو لكن رغم كل هذه الفطرة اللاعب لم يوقع ولهذا بدأت الكثير من الاقلام الكرواتية تتساءل عن السبب بعض المصادر قالت في وقت سابق ان المشكل مالي لكن الجديد هو ما جاء به موقع سبورتسكي والذي فجر مفاجأة حين قال ان ياسين تتروي فشل في المرور على الفحوصات الطبية موقع سبورتسكي قال انه رغم فشل تتروي في المرور على الفحوصات الطبية الا ان ادارة دينامو زاجراب ما زالت متمسكة به وطلبت التعاقد معه حيث ترى ان المشكل الذي واجهه في الفحوصات مشكل عادي يمكن تجاوزه ولا يحمل اي تهديد على مصاريه الرياضي ولم تكشف التقارير الكرواتية طبيعة المشكل الذي ظهر لتتروي في الفحص التبه وهل هو مشكلة اصابة قديمة او شيء اخر ما دامت الصحفة الكرواتية تقول ان المشكل ليس كبير وان ادارة دينامو قبلت بضم اللاعب فلماذا يتأخر الاعلان لغاية الان الصحفة الكرواتية تكلمت سابقا عن مشكل تحويل الاموال ويمكن ربط الامرين ادارة دينامو بدون شك سومت ادارة طاردو من اجل تخفيض مطالبها المالية بعد المشكلة الاخيرة وانه لا يوجد اي مبرر لتأخر التوقيع كل هذه الايام كشفت مصادر قطرية اليوم الاحد ان الدولي الجزائري ولعب التراجي التونسي محمد الامين توغاي بات قريبا جدا من الوصول لارضية اتفاق مع نادي الغرافة من اجل تعاقد معه للفترة المقبلة توغاي ووكل اعماله يكونون قد دخلوا في مفاوضات مع النادي القطر منذ فترة ويبدو ان الاتفاق قريب جدا انتقال توغاي للعب في نادي اخر كان مطلب ملح اصلا لادارة الترجي والانتقال تحديدا للخليج ولقطر سيكون خبر سعيد جدا لنادي التونسي عقد توغاي مع فريقه الحالي ينتهي في صيف الفين واربعة وعشرين ومع المشاكل الكثيرة التي تجمع الطرفين فان بيع عقده سيكون احسن حل هناك سبب اخر يدفع بادارة الترجي لبيع توغاي وهو تراجع مستوى حيث اعتبرته كثير من المصادر التونسية في وقت سابق من الموسم الماضي السبب الرئيسي لتراجع مستوى ونتائج الفريق وخسارة كل البطولات التي لعبها الفريق الموسم الماضي بعد الحديث عن اقتراب عمورو بشدة من الانتقال لنادي سانجيلواز البلجيكي اقدمت ادارة لوغانو على خطوة ربما تكون مؤشر نهائي على نهاية السفقة حيث اعنى المدرب كورسي تورتي اليوم عن غياب الجزائري عن قائمة لقاء ايفردون غياب عمورو بحسب كثير من المصادر عن شيء واحد وفقط وهو رحيله النهائي مصادر فرنسية اكدت في وقت لاحق من اليوم عفوا ان عمورو انتقل بالفعل لنادي سانجيلواز وانه منتظر في بريكسل من اجل المرور على الفحوصات الطبية قبل التوقيع مع فريقه الجديد على عقد يمتد لعدة سنوات بخصوص الجوانب المالية لا شيء اتغير كما اشرت امس العرض المقدم اخيرا باربع ملايين اورو يكون قد لقي القبول لدى ادارة لوغانو بخصوص راتب اللاعب الجزائري فلم يعلن عنه ولم تتم الاشارة اليه حتى ولو انه بكل تأكيد لن يكون ابدا بالرقم الكبير ادل النجم الالماني الكبير وقائد نادي بوريس الدورتمود مارك رويس بحوار مطول للموقع الرسمي ناديه حوار تكلم فيه في جزء منه عن التعاقدات وكان من الطبيعي ان يتحدث في هذه الجزئية عن الدول الجزائري ارامي بن سبعيني رويس اشهد كثيرا ببن سبعيني وقدرته الفنية والبدنية واكد انه سيكون اضافة حقيقية للفريق وقال لقد اظهر بن سبعيني مستوى جيد منذ اليوم الاول لتدريبات معنا هو هادئ جدا مع الكرة ويمتلك تقنيات ممتازة اعتقد انه قادر على تقديم الكثير لدورتموند اشهد ترويس وهو قائد بوريسيا ليست الاولى من نوعها حيث سبق للمدير رياضي سيباسيان كيل ان فعل نفس الشيء كما ان المدرب تيرزيتش قال نفس الامر قبل ايام وكنت قد اشرت للتصريحين في حينهما لم يبدأ الدول الجزائري سعيد بالرحمة بداية موفقة في الدور الانجليزي في موسمه الجديد سعيد شارك اساسيا ولعب 90 دقيقة ضد نادي بورن موث في لقاء انتهى بالتعادل هدف لهدف وقدم فيه مستوى متباين ورغم انه اظهر بعض اللمحات ونال تقييما جيدا من موقع سوفا سكور الا ان موقع هامرز نيوز وصف ظهور بالرحمة بالمخيب الموقع المقرب جدا من وستام قال ان بالرحمة لم يظهر بوجه الذي يحبه انصاره وظهر مترددا في كثير من الاحيان حيث وصف في احد اللقطات ترده بالقاتل والذي ضيع على النادي التسجيل وربما الفوز في الاخير مستوى سعيد بالرحمة مع مدربه الحالي في واستام ليس جيدا منذ البداية حيث يقيده بصورة كبيرة ويلزمه بادوار دفاعية وهو ما لا يتنسب وطريقة لعب الجزائري موقع هامرز نيوز قال ان سعيد مطالب بتحسين ادائه خاصة ان النادي مقبل على مسابقة الدور الاوروبي الى جانب الدور الانجليزي طبعا لعب اليوم الاحد نادي فينورد الهولندي ولعبه الجزائري رامز العربي زروقي اولى مبارايتهم في الموسم الجديد من الدور الهولندي زروقي وكما فعل طيلة فترة التحضير بدأ لقاء فورتوناس دار الاساسي وفي الوقت الذي كان الجمهور وحتى اللاعب يحلم ببداية مثالية حدث ما لم يكن في الحسبان حكم اللقاء اشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب فينورد بارت نيوكوب وهذا ما دفع بالمدرب ارني سلوت لسحب لاعب من الوسط والذي لم يكن سوى الدول الجزائري زروقي وعند خروجه بدأ غير راضي بالمرة وعلامة الغضب لم تبرح وجهه كما انه قام بتصرف غريب حين صافح مدربه والاطقم التدريبية بطريقة اظهر بها انه غير راضي رغم انه صافح بعض زملائه خين وصوله للدكة بشكل عادي تصرف زروقي لم افهمه صراحة التغيير عادي وآدي جدا ربما كان عليه ان يغضب لكن من الحكم الذي دفع بمدربه لسحبه او من صديقه الذي لم يكن موفقا بعد طرده لكن سحب لاعب بعد نقص عدد امر عادي جدا ويحدث في كل العالم متبقي الان ان نعرف كيف سترد ادارة فينورد والمدرب ارني سلوت اتمنى حقا ان لا يدفع الجزائر ثمن ما قام به تغتتم صهرات غد الاثنين منافسات الجولة الاولى من الدور الانجليزي الممتاز بلقاء قوي يجمع بين مونشستر يونايتد على عرض ملعبه ضد نادي والفرخامتن لقاء الغد سيكون لقاءا قويا جدا لأيت نوري وبقية زملائها والذين يرحبون بدون شك في الدخول بقوة وتجنب تكرار ما حدث الموسم الماضي بخصوص مشاركة الجزائر توقعات كثيرة تقول انه سيبدأ اساسيا عطفا على مستوياته الكبيرة جدا طيلت فترة التحضير لكن وجب الانتظار لغاية اعلان القائمة لان الرأي الاول والاخير يبقى للمدرب الجديد جاري اونيل اتمنى حقا ان يكون ايت نوري اساسيا ليكون معنا بفورما ممتازة في شهر سبتمبر نصل الان لبعض نتائج اليوم ولغاية بداية تسجيل الحلقة ونبدأ من فرنسا ونبدأ من غوري الدولي الجزائري المستقبل سجل هدفا في فوز فريقه بخماسية على حساب ماتس مع تقديم مستوى كبير جدا حيث ظهر تقريبا في اغلب اهداف فريقه اللقاء عارف من جانب ماتس مشاركة اوكيتجا ولاحظوا اختير احسن لاعب من جانب فريقه رغم الخماسية يبدو انه انقذ فريقه من فضيحة كبيرة في لقاء تولوز ونوت الثناء الجزائري فارس شيبي وجوان حاجم بدأ اللقاء بديلين الاول شارك بداية من الدقيقة السبعين والثاني بداية من الدقيقة الستين شيبي وبقية زملائه حققوا الفوز بهدفين لهدف وفارس كان صاحب تمريرات هدف الفوز في الدقيقة الواحدة والتسعين في لقاء موناكو وكليرمو شارك الدولي الجزائري مهدي زفان اساسيا لكنه لم يلعب فقط لغاية الدقيقة الواحدة والثمانين قبل ان يخرج مع تقديمه لمستوى متوسط لابعد الحدود لحساب نفس اللقاء شارك اليافع الجزائري ماغنس اكليواش بديلا وسجل هدفا من ربعية موناكو الجزائري الثالث بلال بطوبة شارك بديلا من جانب كليرمو ولعب فقط اخر الدقائق اللقاء انتهى بربعية لهدفين لصالح موناكو الى الدور البلجيك الان شارلوروا وزرقان قدموا مستوى جيد في لقاء اليوم ضد ستاندرد الياج زرقان لعب تسعين دقيقة وقدم مستوى مميز ونال تقييما جيدا من موقع صفا سكور كما تشاهدون اللقاء انتهى بالتعادل هدف لهدف وهي نتيجة لا تختم زرقان وفريقه وهم بالمناسبة عاجزون عن تحقيق الفوز لثالث جولة على التوالي في الدور السويسري صدمة كبيرة تلقها الدول الجزائر الجديد ايمن محيوس وذلك بسقوط فريقه ايفردون بسوداسية ضد لوغانو محيوس استدعي لأول مرة لكنه لم يشارك الخسارة بكل تأكيد ستكون في صالحه مستقبلا نعود للإرديفيزي ونعود لقاء فينورد وفورتينة صدار لكن ليس للحديث عن زروقه بل للحديث عن دول جزائر اخر وهو محمد بالخير بل خير بقي في الدكة ولم يشارك مع التمنيات بان يظهر مستقبلا كثيرا اللقاء الاخير سيكون لقاء عيسى ماندي بدأت تسجيل الحلقة والدقيقة والنقاء يشير للدقيقة الخمسين مع تأخر ماندي وبقية زملائه ضد ريال بيتيس بهدف دون رد مستوى ماندي بحسب موقع سوفا سكور كان متواضع في الشوط الأول أتمنى أن يكون قد تحسن في الثاني إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم